السلام عليكم كديرين لبس عليكم بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيديو جديد اليوم سوف نقوم بتحليل تحليه باش نبع الحلقات دي القناة كل مرة سوف نحط لكم فيديو مختلف اليوم سوف نشارك معكم تحليه كراميل شوكولات غزالة بزاف واقتصادية من اترود الحليه سوف تحصلوا على جوج نكاهات من تحليه اتمنى الاعجاب تشجعوني بلايك وتبقوا معي تشوفوا معي المقادر بطريقة التحضير هنا بالنسبة للمقادر كما تشوفوا تشوج كاسرونات بالنسبة لكاسرون الولدرس كما تشوفوا نصف كاس السكرسانيدة اترود الحليب نشام علقة الميزينة وعندي 12 حبة الشوكولات سوف نأخذ نصف كاس السكرسانيدة سوف نضيف كاسرون وضعه في القلبوط على عفية مهيلة لكي يضب على عفية مهيلة لكي لا يتحرك كاسرون ثاني نضيف معلقة صغيرة الكاكاو سوف نضيف سوف نضيف معلقة صغيرة الكاكاو سوف نضيف معلقة الميزينة يكون عمرين جيدة ثلاثة معلقة السندة سوف نخلط كل شيء سوف نخويه على الحليب بالنسبة لنا نضيف معلقة صغيرة الكاكاو لانه لا يوجد شوكولات من نوعية جيدة لدينا شوكولات نوعية جيدة 75% الكاكاو من خلال فريع ثلاثة حليب نضيفها ثلاثة ملشة جيدة كي اضيف كراميل الزجج ما يرغب غير وجدة من خلال السندة لدينا جيدة كي اضيفت الكراميل نشعل عليهم بجوج هنا غاد ناخد واحد الايناء غاد ندير فيه كذلك جوج مع علقة الميزينة كبار وغاد ندير عليهم السطر والحليب اللي يبقى عندي وغاد نخلط مزيان دوبليا ديك الميزينة كما كتعرفوا الميزينة كتكتل من اللي كتت تخوي لها شي حاجة لي سائلة غاد نحركها مزيان باش غير دوبليا الكراميل نضيف علي هاد الحليب ديركتنا غاد ندوب هاد ميزينة وغاد نشوف الكراميل وشلاء هنا كما كتشوفوا الكراميل بدأ يدوب خاصه شوية نخليه مازال شوية نايم اللي خليته شوية راح بقى في غير شوية ديال السكر غاد نحركه باش يدوب ليضغية تاريخ عليك تشوفه معايا غاد نحركه بشرة غاد ندير عليه مع علقة صغيرة اللي عندي ديال الزبدة ندوبها معايا نضيف نسيطر الحليب اللي درس معاه ميزينة سوف نحرك من اللي كتخيوه داك نسيطر الحليب كيتكوور لي كو مغير شوية حي تدرتو الزبدة من اللي ما كتديروش الزبدة كي يقصح كي يو بحر الحجرة من اللي كنفاش كتديرو داك مع علقة الزبدة نغياء كي يدوب هنا يصافي مليده عندي سكر كما كتشوفوا غاد نحرك وفي نفس الوقت إضافة الكاثرون الثاني اللي فيه كريمة ذي الرشكولات كان نحرك هنا وفي نفس الوقت كان نحرك الكاثرون الآخر إلا كنتو سوف تديروهم كي ما ادرتوا معنايا ستخدموا الكريمات بجوش دقة وحدة إلا كنتو ستديرو كريمة ستديرو تبقى على تبقى تخدموا كل الكريمة بوحدة على المهل هنا كما كتشوفوا الآخرى نحرك فيها ونحرك في ديال الكراميل في نفس الوقت اضافة الكريمة بجوج نضيف الشوكولات 12 حبة الشوكولات نضيف الشوكولات مع الكريمة و الكراميل نحرك هذه العملية بسرعة قبل تجمع الكريمة نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات شوكولات ستجدون Personen نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات حتى يوموا عليه نضيف الشوكولات سوف نضيف الكراميل والعكس سوف نستمر بهذه الطريقة سوف نستمر بهذه الطريقة سوف نضيف الكويسات سوف ندخلهم الثلاجي سوف نخرجهم لكي نضيف القوام كما ترون الثلاجي يجيزون والتحلية تجيبنين وخصوصا إلا استعملتوا الشوكولات نوائية جيدة هنا يجبون الكويسات سوف ندخلهم يبردون كما ترون يبردون نصف كراميل ونصف شوكولات اعتمدوا أعجاب تجربوهم كريمي يشدوا رأسهم يبردون ونستمر بسرعة تحلية كيف يجي يجي رائع جدا كاتشي كريمية كما تشوفوا معي متمندنا الإعجاب ديركم وتجربوها وتخليوا لي على لايك وتشجعوني بالتعليق يلا خليسكم على خير الفيديو القادم بإني الله بسلام عليكم